وكان كيري قد التقى بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير فور وصوله إلى الرياض قادما من عمان وقال الجبير إنه بحث مع نظيره الأمريكية مسألة تشكيل هيئة انتقالية في سوريا وجدد الجبير التأكيد على ضرورة استبعاد الأسد من لعب أي دور في مستقبل سوريا وشدد على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة السورية العسكرية منها والمدنية كمن تقعد تدخل الأمرياني في المنطقة قائلا إن السعودية تنتظر أو تنظر إلى إيران باعتبارها دولة محتلة لأراض عربية في سوريا وأنها دولة مصدرة وراعية وداعمة للإرهاب حسب تعبيرها